سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي نعمة خاصة ومعونة إلهية لينا وليكم اليوم ليعطينا الرب روح فهم تعقل هدوء وتوبة أمامه ودلوقتي نستعرض أحداث حلقة النهاردة عنوان حلقتنا النهاردة هو المرأة في بلاد المسلمين بالرغم من أن العنوان المرأة ولم يحدد إذا كانت مسلمة أو غير مسلمة إلا أن أول تعليق على الصفحة في الفيسبوك حد كتب لي كده كان الأولى أنه عنوان المقال يكون المرأة في كل الأديان في فرق كبير بين المرأة في كل الأديان والمرأة في بلاد المسلمين أنا بتكلم عن نقطة معينة فالاعتراض من الأول يعني غريب شوي فيعني أرجو أن احنا نحاول نسمع بأذهان مفتوحة النهاردة للموضوع اللي حترحه أمامكم لأنه موضوع مهم في فرق بين المرأة إذا كانت مسلمة مسيحية يهودية لدينية بتعيش في دولة إسلامية ومع ناس مسلمين ولا عايشة في الغرب عايشة مع أسرتها عايشة لوحدها في الغرب الأمور بتفرق في اختياراتها في تعامل الدولة اللي هي عايشة فيها معاها إذا كانت دولة غربية دولة شرقية بتفرق فأنا النهاردة جايب لكم أدلة من الواقع واقع الحياة في الدول أغلبيتها مسلمين المرأة بيكون أحوالها شكلها عندنا مشاكل عميقة في المجتمع الإسلامي بتخص المرأة بالتحديد بتعاني منها كل يوم بناتكم إخواتكم أمهاتكم المعاناة مستمرة والنضاء المستمر علشان المرأة تقدر تعيش بشكل مقبول حتى في هذه المجتمعات النهاردة في حاجات غير مقبولة إنسانيا بتحصل في المجتمعات الإسلامية ضد المرأة وخاصة العنف خليني أستعرض لكم بعض التعليقات الأخرى اللي كانت على صفحتنا النهاردة صباح بتقول أو بيقول مش عارفة ده راجل ولا ست للاتنين ممكن المرأة في بلاد المسلمين تعيش طاهرة عفيفة نظيفة مكرمة لا تشرب الخمور ولا تتعرى ولا يزني بها أخوها وجرها وكل من هب وده بيلعب بيها أفكار الحقيقة غير وقعية لأنه يعني عندنا نسبة التحرش الجنسي وخاصة زنا المحارم عالية جدا في المجتمعات الإسلامية أنتوا يعني ما عندكوش نسب محددة لأنكم ما بتقولوش ولا بتشاركوا مع الناس اللي بيعملوا أبحاث خاصة بهذه الأمور ما بنشاركهمش بصراحة هي يعني هننشر غسلنا الوسخ كلها مسائل عائلية الولد يعتدي على أخته والأب يعتدي على بنته يعني كلام اللي بتقوله غير وقعي ولكنه الدفاع أعمى الإنسان لا يصلح مجتمعه أو يصلح نفسه إن لم يواجه نفسه بالحقيقة المريض لا يشفى إلا إذا اعترف إنه مريض ورح للدكتور عالج نفسه وخد الدواء فيعني أرجوكم بلاش الأفكار الكبيرة اللي بتترمي دي دفاعاً وليس واقعاً ويقولك المرأة نظيفة مكرمة لا تشرب الخمور ولا تتعرى لأ عندكم ستات مسلمات بيشربوا الخمور وبيتعروا كل حاجة وعايشين حياتهم في السر زي ما هم عايزي ده مش شرط مش شرط بالعكس الإنسان في المجتمعات المضبوطة اللي عايزة تخليه يكون شكلاً بحجابه نقابه مش عارف إيه لكن موضوعاً ملوش علاقة بالإيمان أو الطهارة أو العفة أو الحياة السليم كلها يعني بيقولوا عليها استيريو تايبين يعني أنتوا فاكرين أنه بلاد الغرب اللي أن الست بتلبس اللي هي عايزة ومحدش بيبصلها ولا حد بيلمسها فأنتوا بتقولوا عليها زانية أو أنها مباحة للكل مع أنه قلت لكم ألف مرة أنه مش دي الحقيقة في بلاد الغرب الناس دي عندها قيم وأخلاق ومبادئ لا تتطفق مع مبادئك ولا مبادئي أحياناً ولكنها ما زالت قيم والناس بتحترم نفسها والراجل إذا مد إيده على ست وهي مش موافقة يدخل السجن مثلاً إحنا عندنا بقى مد إيده ورجله وسطور واعتداء جنسي وكل حاجة ويتقال عليه مثلاً لا ده جوزك هنعمل إيه مش كده فبلاش أنا بس بقول حاجات عامة عشان التعليقات الناس اللي علاقت دي يعني من فضلكو فكروا في تعليقاتكم وأحسنوا التعليق بتعقل شوية عندنا الأستاذ أحمد حامد بيقول أحسن مرأة والله برنسة كده ملكة متواجة عجبني تعليقك بصراحة يعني برنسة أنا مش عارفة برنسة دي يعني مش عارفة أقول إيه ملكة متواجة صاحبة البيت ووزيرة التغطية والشؤون الداخلية يمكن ده ببيت حضرتك ولو إنه واضح إنه التهكم في كلامك يعني فقط للتغطية على الحال لإنه عندنا صاحبة البيت ووزيرة التغطية والشؤون الداخلية دي بتتلطش في الشوارع وما تقدرش تصرف مليم من غير إذن جوزها مثلا يعني مثلا ملكة متواجة مهدود حلها ليل ونهار بره وجوه ملكة متواجة أفكار بس أنتوا بتقولوا كلام لكنها غير مرتبطة بالواقع يقولك معقل الحب والحنان وفي الآخر أحب أقول لكم بولولوم أنا بقول لحضرتك بولولوم برضو يعني يعني طبعا اللي مش فاكر اسمعيني ياسين وعد بولولوم يعني أنا أعتقد إن حضرتك بتهذر لإنه واقع المرأة المسلمة الآن لا يقول إنه كل اللي انت قلته معقل الحب والحنان هو ربنا خليها كده ولكنها لا تعامل على هذا الأساس الأستاذ سمير جمال أيضا نفس الفكرة في التعليق شريفة مصونة مقدسة وضعت الجنة تحت قدميها مع إنه ده لا قلنا لكم مئة مرة ده مش حديث ولا أي حاجة ليست ملكية عامة تزني تحت مسمى يبرر الزنا كما في بلاد الصليب يعني مش عارف أقول الأخطاء حضرتك حطتها في هذه الجملة كلها يعني على بعضها مرعبة أولا الغرب مش بلاد الصليب الدول اللي فيها الأغلبية مسيحيين لا تعني إنها دولة مسيحية ولا يعني إن هؤلاء ناس مسيحين فعلا بيمثلوا الحياة مع المسيح يعني إحنا قلنا إنه مش عشان عشان الواحد عايش في دولة أجنبية يبقى عايش في دولة الصليب لا هو عايش في دولة مدنية تعتبر الإنسان إنسان سواء كان أبيض أسود راجل ست حر له جميع الحريات ولاها جميع الحريات على قدم المساواة وحرية خاصة مش تزني تحت مسمى يبرر الزنة لا في ناس لا تؤمن بالجواز فبيتجوزوا بيعيشوا مع بعض كده ودي طريقة حياتهم غير مرتبطة بشكل ديني خالص فيعني الرمي الكلام ده علشان تقول إنه المرأة المسلمة عايش حياة كويسة ده كلام غير واقعي إحنا بنداري على خبتنا بصراحة يعني خلييني أقول في الحلقة دي حنناقش تلات نقاط مهمة قضايا العنف ضد المرأة في بلاد المسلمين المرأة والعمل في بلاد المسلمين قضايا المرأة المتعلقة بالعمل ودورها في المجتمع ونضالها في إنها مفهوم شغلها وبناء مستقبلها يبنى فيها بطريقة صحيحة مغلوط تماما فيها مشاكل كبيرة جدا والنقطة الأخيرة بقى اللي بتجمل أي امرأة أنا حتكلم النهاردة خاصة عن المرأة المسيحية في المجتمع الإسلامي وخاصة المرأة المسيحية اللي بتتجوز مسلم اللي ما بتبقاش عارف حقوقها فين فلو التلات أنماط اللي اتكلمت عنهم النهاردة دول حنقارنهم بواحدة ست عايشة في الغرب هل هيتعامل معها أو مع قضاياها بهذا الشكل ولا لا والمشكلة فين في القانون في الدين في المجتمع في الثقافة إيه اللي عايزين نتكلم كل الأمور دي حنتكلم فيها النهاردة النهاردة حنناقش القضايا دي من خلال أحداث وقعية متعددة أولا في مسألة العنف ضد المرأة أنا في حلقات سابقة متعددة تكلمت في العنف ضد المرأة وهفضل أتكلم كل ما تيجي يعني الأحداث العنف الأخيرة اللي ضد المرأة الحقيقة أدهشتني جدا يعني كنت بتكلم مع بعض أعضاء الفريق وكنا بنقول أنه الأحداث كترت بشكل غير عادي في فترة فكرت أنه الميديا يمكن بتطلع أحداث العنف بصورة أسرع ولكن أنا أعتقد أنه في زيادة غير عادية في صور العنف ضد المرأة يعني كثيرا جدا ما تصل إلى القتل بشكل مبالغ في دلوقتي والحقيقة أنه أنا وأنا ببحث الأمر الخاص بالحلقة دي لقيت في مقال مكتوب عن السنة اللي فاتت والسنة دي وأبحاث معمولة عن نسب العنف ضد المرأة وخاصة القتل اللي زيت كتير جدا في الأيام الأخيرة والشهور الأخيرة ومعمول عليه البحث في يعني عدة دول مصر الأردن الجزائر المغرب وحنشوف بعض هذه المشاكل العنف الأسري مشكلة ذكورية في أغلب الأحوال عالميا على فكرة ليها أشكال مختلفة بين الشرق والغرب وعملنا حلقات تكلمنا فيها عن الموضوع ده وجبنا إحصائيات عالمية في الموضوع ده مش ده اللي أنا حاب أركز عليه النهاردة لكن إحنا دايما عندنا أقولك إيه ما فيه ستات بتضرب جوازها النسبة لا تكاد تكون واحد في هقول واحد في المياسي دي لا يمكن وخاصة في الشرق في الغرب ممكن فيه ستات بتضرب جوازها في الغرب بس برضو نسبة ضئيلة جدا لأنه مشكلة العنف الجسدي بالتحديد هو يعني معظم الناس اللي بتقوم بدا هم من الزكور إقرأ في الموضوع ده يعني في أي من المواقع العامة إذا كان بالإنجليزي أو بالعربي هتلاقي إنه فيه اتفاق على هذا الأمر بالتأكيد البناء الثقافي والديني بيؤثر في هذا الموضوع بشكل كبير لازم نفكر يعني مجتمعاتنا مثلا قبلت إنه المرأة تضرب بسبب إنه هناك آية قرآنية بتقول واضربهون واحد بقى يقول لك اضرب بمسواك واحد يقول لك اضرب بفورشة واحد يجيب لك حديث بيقول لك ومش عارف مين زوج ابنته لمين ولما جي يخدها قال له إنت يعني إذا سأت الأدب اضربها والأب بيدي هذا التصريح ده من الثقافة الدينية متخد من الثقافة الدينية راجل مربي شيخ مربي مراته وبنته كويس جدا لكن لو أخطأت يعني يكسر لها ضلع يكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 وهذه الثقافة سمحوني معلش لسه صوت يتعبان شوية بس يعني أحسن كتير الثقافة دي اللي بتخلينا نحس أنه البنت تتعامل معها بالعنف أولا ده اللي يردعها ده اللي يكسرها ده اللي يقمعها ده اللي يجمح النزاعات اللي ممكن تخليها منفلتة مجتمعاتنا بتقبل ده بتقبل ده عندنا ناس متحضرة بتفهم عايزة ربي بناتها كويس بتعليمهم كويس وكده لكن مش دي النسبة الأكبر للأسف للأسف اللي احنا شايفينه من زيادة العون في ضد المرأة النهاردة بيقول لنا أنه النسبة الأكبر بتقف تتفرج على القاتل وبتدي عذر للقاتل نيرا أشرف واللي تقال على قاتلها والبنت التانية أنا أسفة سلمة يمكن أنا يعني سمحوني الاسم مش حاضر في ذهني الآن مفيش أسبوع ولا اتنين ولا كان فيه عدد من الحوادث اللي قتلوا فيها بنات على هذا المنهج ودائما ما نجد عذر للقاتل على طول فيه مجتمع بيسمح بده بيقبل ده ومجتمع ينطفت ضد العنف أو لا إذا قررنا الحاجات اللي بتحصل في المجتمعات العربية ضد المرأة إذا كانت زوجة أو ابنة أو القضايا الشرف أو ما يقال عنها قضايا الشرف وكل الكلام ده هنلاقي إنه هناك فرق كبير إذا حصل نوع من حاجة من الحاجات دي في مجتمع غربي زي مثلا القصة الأخيرة عملتلكوا عليها حلقة أو اتنين كمان حصلت في 2008 اللي هي الراجل المصري اللي قتل بناتو اللي اتنين لأنهم كانوا قرروا في المدرسة إنهم يكون عندهم أصحاب يعني بويفرند وكانوا وكانوا بيشتغلوا فكان دايما بيلحقهم وكده وفي الآخر حطوهم في التاكسي بتاعه وقتل البنتين وفضل عربان من 2008 لحد 2021 اتقفض عليه واتحكم عليه السنة دي لسه حالا الشهر ده يمكن بالسجن المؤبد فالراجل ده من وقت حدوث هذه الجريمة والمجتمع كله قايم بيدور عليه اللي كانوا مخبئينه أخوه وابنه السنين دي كلها والتلاتة بقوا في السجن دلوقتي محدش بيفلت من العدالة العدالة تلاحقهم إلى أن يتحقق العدل للبنات دول سواء كانوا ماتوا ولا عاشوا كان دائما ما ستجد الناس بتناصرهم لكن عندنا لأ طبعا المثل كان واضح في القصة دي لأنه الراجل ده اللي سندوا عيلته خبوه حتى ولأنهم عارفين أنهم هيدخلوا السجن بسبب اللي عملوه ولكن خبوه لأنه فيه عندهم تعاطف مع الجاني لأنه راجل ولأنه الست لازم عملت حاجة غلط فيه فرق خلينا نشوف الفيديو اللي جايدة هحكي لكم قصته لما تشوفه نشوف الفيديو أنا عبد العزيز أهلاً نصوص عبد العزيز شرفت مصري مصري ولا ش مصري أنا مصري بلنك يدربون شوف يشاكل ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش ما ينفعش ما ينتبعنا جريبة أتلا إيه مراته يعني مراته يعني يعني بصوا ركز تاني شوف الست أنا عبد العزيز أهلاً نصوص عبد العزيز شرفت مصري ولا ش مصري ماشي بيجري وراه بيقوله انت مين أنا عبد العزيز طب يعني انت هو ما صدقش إن واحد مصري يشايل مراته كده وماشي بيه بهذه الجراءة في الشارع في تطور في تطور الست شكلها ميت هي ما ما تتشو على حك لكن واحد شايل واحدة وماشي يجري بيها وواحد تاني ماشي قدامه لو الناس اللي بتوقفوا في الشارع كانوا قالولو مثلا خير إن شاء الله في حاجة نقدر نساعدك بيها ولا بتاع كان نقلوه مثلا مراتي مغمى عليها أنا طالع بيها المستشفى لكن اللي حصل غير كده القصص بقى بتقول على حسب ما سمعنا إنه الفيديو ده حصل من ثلاثة شهر ماليش دعوة إذا كان من ثلاثة شهر وعلى مبارح الشكل ده بقى مقبول في الشارع ومحدش يقدر يوقفوا لإنه قال دي مراتي مراتي أقول لكم كم قضية قدمناها على هذا البرنامج قال فيها الراجل مراتي بعد ما طعنها بالسكينة والستة المدرسة اللي طعنها جوزها بالسكينة في الشارع وقال لهم مالكوش دعوة دي مراتي وقف جنبها لحد ما طلعت الروح محدش قدر يقرب وقف يشرب سجارة جنبها والراجل اللي اللي قتل بنته وحطاه في الشارع كده وقعد يشرب سجارة وكوباية شاي بنتي أنا غسلت عاري مقبول هذا الشكل من العنف ضد المرأة بقى مقبول ونسكت عليه الستة متشال على كدفه كده زي العروسة القماش ولا أنا كنت متخيلة انها ميت لحد ما طلع لنا بيان من وزارة الداخلية بيقول انها انه حصل بينهم خناء وانه اغمى عليها طبعا اغمى عليها لانه ضربها الناس كانت بتقول على التعليقات انه ضربها لحد ما اغمى عليها في الشارع وبعدين اغمى عليها فارح شايلها على كدفه عشان يطلعها البيت مش موديها مستشفى اختلف وبقى اتفق وبقى بعد كده مش دي المشكلة هي حلتها ايه البنت اللي متجوزة واحد بيدربها بهذا الشكل هي اكيد من مجتمع هيوقف جنبها ويقول لها لا معلش يعني ما كلنا بنتضرب يا بنتي ايه يعني انت لازم عملت حاجة انت لازم غسطي يعني حتى الشارع ماقدرش يحميها الراجل اللي ميشي وراده ماقدرش يوقف ماقدرش ماكيد خاف على نفسه ممكن يغزه بزكينة مش عارف ايه وبعدين الراجل اللي ميشي وراده نادر ده يعني مش زي مش اكتريت المجتمع فاكرين الفيديو بتاع الراجل اللي كان مسك ست مراته في البالكونة ووقف يضرب فيها في البالكونة والناس تقول له ما تخش جوه بقى اضربها جوه انت عرفنا ليه ضرب ضرب بطلطيش باللقلام وهي واقفة يعني لحول ليها ولا قوة عشان دقيقته ويبقى الرد من المجتمع ما بس بقى يا ابني انت واجعت اضرب مراتك جوه وقفله عليك وبابك واضربه بعض عادي مش اطلع اكسر الباب عليه واجيب له البوليس عشان واقف بيدرب واحدة باني قدمة مراته ولا مش مراته الفكرة ان المجتمع يقبل ان الست تعامل كده لانك شايف ان الست يعني في حالة خطأ دائما وزارة الداخلية علاقت قالت انها كويسة مفيش حاجة وهتعمل ايه يعني تلاقي في الثلاث شهور دور الدرابة خمس ست علاقات يعني مفيش مشاكل المشاكل الناتجة عن هذه الصور في المجتمع هو مجتمع اعتاد على انه دي مراتي ومحدشته داخل باشكال مختلفة بقى لا احترام للانسانية ولا القانون لانه القانون ممكن يعاقب على الضرب اللي بالشكل ده لكن مين اللي هيفعل القانون غالبا واحد بيدرب مراته بردو عقليتنا تعودت على كده وعندك تصريح من هذا الاله بيقول لك انه الست فيه ستات ما تجيش اللي كده وعقلية ان دي مراتي بقى انت بتاعتي ملكية خاصة انتجت الكلام ده والصور دي في المجتمع المجتمع يقبل تعنيف المرأة ويناصر الرجل دايما خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده الدكتورة دلال المسلمين بتعلق على حادث بتقول انه المجني عليها بحادثة الخطف والطعن والتهديد بالقتل من زوجها بمنطقة الروميثية بالكويت بتاريخ عشرين اتنين وعشرين تمانية اتنين وعشرين بتروي الحادثة لكم وبتناشد السلطات عدم اخلاق سبيله فالستة بتسأل مين اللي هيتبنى قضايا النساء في الدولة الان الحقيقة انه قضايا النساء وقضايا التعني في الكويت بالذات الان واضحة جدا البنت الطالبة اللي راحوا اهلها خدوها من شعرها ولا حد يعرف عنها حاجة وسط المدرسة ويعمل تصوت وتقول مرحموني هيقتلوني الله اعلم عايش او ما يد مثلا كم من الحوادث اللي شفنا فيها حوادث طعن واختطاف وجرائم زي كده في الكويت بالذات لانه ما فيش تجريم لهذه المواضيع الستة دي بقى بالتحديد اللي بنتكلم عنها تقدروا تشوفوا لو دخلتوا على التويتر بتاع الدكتورة دلال هتلاقوا ان الستة دي بالذات هي طلبت التطلق فالراجل ده مضاها على يعني زي وصل امانة او حاجة زي كده ومضاها عن تنازل عن اولادها ولا ليها حد يحميها ولا يقف معها فرفعت قضائيا علشان تطلب التطلق بعد ما مضت على كل حاجة فخطفها وطعنها ويعني وبيقولوا كده في وسط الاحداث انه البوليس كان يراقب الاحداث يعني ما انقذهاش هو اللي اخلص بالها بعد ما طعنها كلام يعني لا يصدق انه يعني ده لو كانت بتشتغل في الضعارة مش من حق ويعمل كده قصة اخرى الحقيقة النهاردة عندي قصص كتيرة القصة اللي جاية دي بتاعت واحد اسمه حسام الزهراني نشوف السلايد اللي جاي حسام الزهراني بقى ده يعني ياريت يا السلايد ده بيقول ايه بيقول انه ده كان على تويتر التطبيق بتاع قبيلة زهران بيقول كده بتوفيق الله عز وجل تم في هذا اليوم اجتمال مبلغ دية حسام الزهراني جزا الله كل خير كل من ساهم في عدق رقبة حسام خير الجزاء كما نبارك لأهله وذويه كافة على اجتمال مبلغ دية وان شاء الله يفرح الجميع بخروجه وعودته الى اهله قريبا فانت لما تقرأ ده وما تعرفش حاجة عن حسام الزهراني تفتكر انه يعني ده راجل مظلوم مثلا حادثة عربية عمل قتل خطأ حاجة زي كده لكن الواقع غير كده تماما في الزهر انه في تشابه اسماء بين حسام وحد تاني في واحد اتى لأخته لانها كانت بتشتغل في مستشفى واسمه متشابه مع حسام لكن غالبا قصة حسام الحقيقية هي ان حسام الزهراني ده اتى المراد اتى المراد وليه محدش عارف يعني انا سمعت مقابلة لامها بتقول انه هم كانوا عايشين عادي هو بطل شغل وهو في وقت الكورونا وهي كانت بتشتغل وبتصرف على البيت وكانت علاقتهم عادية الامة ما تعرفش ان بينهم اي مشاكل وفجأة قتلها طبعا وبتقول انا مشكلتي انه بناتي يعني بنتها ما كانتش بتحكي اللي بيحصل جوه البيت ما هو ده اللي احنا تعلمنا كلنا مشاكلك جوه بيتك مشاكلك ما تطلعش من قط النوم ما ينفعش تتكلمي على جوزك مش عارف درجة ان احنا ما بقناش نميز اللي ممكن نقبله اللي لا نقبله وزا انا شفت امي بتتضرب وبتقبل فطبعا عادي هتضرب وقبل وبسكتا ففي النهاية البنت تقتلت ويعني تقتلت في يوم اليوم اللي تقتلت فيه يوم عيد جوازهم يعني واضح ان هو حاب يعني يدفعها تمن الجوازة حتى في موتتها عايزاكم تشوفوا بقى المشكلة مش في شخص قتل المشكلة في مجتمع يقبل ده ويفرح بيه ويعضده ويجد ليه مخرج ويبقوا فرحانين قوي وقالفه مبروك ومش عارف ايه انه خرج ازا يخرج ليه يخرج هل تاب مثلا هل طلب غفران حد هل طلب غفران ربنا وحتى لو ده اختياره وطلب غفران ربنا يعاقب برضو في واحدة ست حصل لها خلصت حياتها وابنها هيترب من غير ام يا ترى مين اللي هيربي الولد ده اب قاتل غالبا غالبا هيخطب القوانين تسمح له انه ياخد فيه تداعيات لهذا الفكر العنف ضد المرأة ورؤية المرأة على انها كائن يستخدم ملكية اقل نقصة عقل يعني نكرة للخير الكلام ده كل شوفوا الفيديو بعد ديما تدفعت شوفوا فرحت الرجال بتاعت القبيلة بتاعته تفضل نشوف الفيديو وذلك بعد انتشار انباء عن اكتمال قبيلة زهران دية قاتل زوجته وبعد وقت قصير من الاعلان عن اكتمال حسام الزهراني دفعه دية قتله لزوجته عمدا ليه كل ده ليه كل الناس دي مجتمعين كده ليه عارفين العقال اللي سويد ده اللي ممسوك وعمالين يعني يتنططوا به العقال ده يعني في رأيي انا رمز اللعنف ضد المرأة كم ست بتتضرب بالعقال ده ورمز سلطة الراجل الراجل انا انا بشوفه كده يعني مش قادر افهم ليه الناس دي فرحانة قوي كده مين اللي هيقف مع الراجل ده ويقوله انت عملت حاجة غلط يعني هتقاهلوه ازاي المفروض ان السجون بتقاهل الناس بيدفع تمن غلطته وممش هيطلع تاني يقتل حد تاني لكن ده الست اللي هتريد هتتجوز وبعد كده ممكن تواجه نفس المصير ازاي اجتمع رأي الناس على جمع مال الدية ليه ازاي الدين يعطي باب مفتوح لراجل يقوم بهذا بهذه الجريمة وقتل مع سبق الاسرار والترصد يعني مش تنرفز وقتلها لا هو قتلها عمد قتل عمد عشان الحاجات القانونية وسبق الاسرار لا هو متعمد يقتلها ليه ليه ده يتجمع له من المال بدل ما تحط الفلوس دي لفقير ولا محتاج ولا حد محتاج يروح مدرسة ولا تدخله حد جمعة نضيفة وفيطلع بعقلية نضيفة وتضعوه في شخص لانه الدين بيسمح بكده وعلشان ترسخ مبدأ انه الدية دي تقدر اعمل اللي انت عايزه عارفين اما حصل موضوع الدية في موضوع نيارة و نيارة أشرف واسمه محمد وعايزين يدفعوا دية لمحمد والراجل اللي طالع يقولك الدية ودية مش عارف اي عشر مليون يعني محمد دا فارخة بكاشك مثلا ايوة مش عارف مش عقدر اقول اللي قاله لي بفلوسي انا قتلهم في مثلا يقولك ايه اللي تعرف دية تقتله دا تصريح لانك تقدر تعمل كده ولو معاك فلوس ادفع الدية وخلاص موضوع مخرج قموا بقى طبقوا الشرح في بقية الدول العربية علشان الستات تتقتل شمال ويمين كل يوم وندفع الدية ايه المشكلة يعني ميامة الراجل اللي قادر يتجاوز اربع ستات كل اسبوع ويطلقهم ويتجاوز غيرهم عادي يعني يقدر يقتله اتنين تلاتة منهم ويدفع ديتهم برضا اسهل صحيح يعني يعني حاجة حاجة مرعبة النقطة التانية ازاي المجتمع يقبل بدا النقطة التانية ازاي الاهل قبلوا هذا لانه اولا الدية لا يمكن انها تمشي الا زا الاهل قبلوها كيف جرؤوا انهم يقبلوا دية من شخص زي ده في بنتهم في وقت يعني فاكرين في وقت نيير اقولتلك الراجل مش ضيع له محفظة يعني عشان تديله فلوس بدلها انا بقول يعني بقول انه فكرة الدية دي عامل زي ما يكون اوبس كسرت الفازة فمثلا اجيب لك غيرها اللي يعود عن بناتكم افهم انه ممكن يكون هناك مخرج لشخص قتل خطأ حدسة عربية غير مقصودة ينو بينضف المسدس طلعت رصاصة غير مقصودة لكن ده قتل عمد سؤالي الاخير ماذا لو حدث العكس ماذا لو كانت البنت الست مرات حسام الزهران ده هي اللي قتلته كنتوا تلمولها دية لا طبعا عندنا مشكلة في مكانة المرأة في العالم الاسلامي وانا قصدت انها تبقى مكتوبة في بلاد المسلمين لانكم انتم المسلمين النهاردة اللي بتختاروا انكم تطبقوا هذه القوانين الدينية الشرعية والثقافية والحياتية اللي انتم عايشينها كل يوم نتيجة الدين وهذا الفكر مشكلة تحتاج تحتاج توبة ووقفة قانونية هامة خليني اخد مكالمة الاخت فيريال اهلا بيك اخت فيريال تفضلي حود اهلا بيك اختي العزيزة اماني انا اتخلي انه كل موضوع اللي تقدمي يكون سبب بركة للاخت المرأة المسلمة ان تصحى والرب يلمس قلبها وتشوف الدين اللي ينظر اليها نظرة دونية وتعرف المسيح والمسيح يحرر اسم الرب يسوع المسيح اختي اماني كل الاشياء اللي حضرت ذكرت هي هو سبب مثل ما ذكر الاشلام لان الاشلام هو مجتمع ذكوري دين ذكوري ينظر الى المرأة نظرة دينية يعني لما يزوج الرجل خلص صارت يعني كسلعة سلعة هو امتلكها يتصر كما يشاء فكيف الاخ اللي يقول هي ملكة اللي علق ان المرأة المسيح هي ملكة كيف هي ملكة ونفسه هو دينك اللي تؤمن بيشبه انها عورة وناقصة عقل وتفسد الصلاة المرأة والكلب الاسود والحمار ومحمد قال مررت على اهل النار فوجدت اكثرهم من النساء فكيف هي هذه الملكة وهذا تقليم للمرأة في الاسلام وبعدين لما تيجي تطلقها تطلقها على اكثر الاسباب وتتزوج في الان وثلاثة واربعة وفي اماني عندنا طبيبة عدى ماجستير انسانة مشقصة ورائعة فالدقيني جوجها تطلقها بالتلفون وما عطاها كل حقوقها ورجع الى بلده العربي وتزوج امرأة اخرى لا تزاج في هذا المجتمع البلد اللي انا عايش بي هي متزوجة ما طلقها وحتى لا يعطي نفق لابنه فهو هذا الاسلام اما ان تكون المرأة مكرمة وطاهرة يا اخي العزيز ما هو دور المرأة في زواج المسيار والمحلل وزواج المتعة وكيف من اللي مرسول مع كل احترام من النساء المحجبات اللي مرسول الدعارة هم المحجبات يا انا خليني 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 ست دي عندها فرصة انه القانون لهذا البلد يحميها ويقف جنبها ويدي حقها وتاخد ولادها وتاخد مستحقتها وكل حاجة لكن احنا عندنا نعم هو ده لوب الحلقة بقى النهاردة ده لوب الحلقة آخر نعم بعد سترة اختي اماني فعلا صحيت ومسل ما صدلتي اخذت حقها ولكن لسا يعطي اي نفق لابنها حتى عنده البيت هون نفس البلد يعني ما ما طلقه رصيا حتى ياخد البيت اللي موجود في البلد لكن نشكر الرب وقيت ومسل ما صدلتي اخذت حقها هذا في بلد الكفار اللي يسمو بلد الكفار بتدي حق الستات واحنا لأ اشكرك يا فريال ربنا يبرك اهلا حبيبك الرب يبارك عزيزي شكرا طيب انا الحقيقة كويس اني خدت المكالمة في الريال عشان خففت عني شوية بصراحة انا النهاردة الحوادث والشخصيات اللي بنتكلم عنهم دي شخصيات ناس كان ليهم حياة ولم تعود لهم حياة اختطفت منهم حياتهم وفرصتهم في الحياة والنجاة بلا حق بلا حق هقول في مصر والأب والشرف ولا العرف الراجل ده لم يبدو عليه اي نوع من انواع الاهتمام وهو بيسمع بنته بتصل بالبوليس تقول لهم انا بموت الحقون انا بموت ابو ضربني بالرصاص يقول لهم لا مش أنا مش مهتم واب بيكلم الناس اللي حواليه والمحكمة كلها بتعيط الاسلام انتزع القلب من من قلب الانسان انتزع ال ال الاحساس من قلبك ووضع بداله حماية الدين والعار والشرف والكلام ده كل وبعدين يقول لك ايه ده الراجل ده مش مسلم انتش عرفك انتش عرفك ان ده مسلم اصلا انا اسف هو عمل كده لانه ده اللي تشربه من المجتمع الاسلامي والثقافة الاسلامية الحالات دي في الغرب كان لا يمكن انها تعدي بدون عقاب وبدون يعني ردود افعال قوية لللي حصل وردع للي حصل ما بنشوف هاش على في كل مكان دلوقتي لا بالعكس يعني في وقت الكورونا الناس جالها حالات اكتئاب وشوفنا حالات انتحار كتير وشوفنا بعض حالات القتل والانتحار مع بعض لعائلات مثلا كانت حالتهم المادية تعبانة او النفسية تعبانة حصل حاجات زي كده بس نوادر نوادر وحاجات شزة وكلها يعني الناس بتمشي وراها وبتحلها والناس تخد عقابها والكلام ده كله ما فيش حاجة كده استدحم مداح احنا عندنا عادي مش ست ايه المشكلة يعني خليني اقرأ لكم بعض الاحصائيات اللي اولا قبل ما ابتدي اقرأ اي حاجة في الاحصائيات دي الاحصائيات دي نسبتها من الحقيقة ضئيلة جدا والناس اللي عاملين الاحصائيات قالوا كده مشكلة العنف ضد المرأة او قتل الزوجات او النساء عموما بيقول كده المقال انها ظاهرة يعني حقيقية هل هي ظاهرة منفصلة عن الواقع حاجة جديدة لا هما بيقولوا لا هي زادت بس ليه حنشوف بيقول في السنوات الاخيرة بدأت بعض المنظمات باعتبار مصطلح في مسعيد زي زي التخلص من عرق بالكامل فيه فعلا دلوقتي اتجاه لانه يكون الجرائم دي تسمى في مسعيد علشان فعلا فيه اتجاه لعنف بالقتل بقى مش بس بالضرب والدبح والتقطيع لا ده بالقتل كمان ضد المرأة توسع جدا الامم المتحدة في 4 مارس 22 اصدرت اعتماد احصائية جديدة خصيصا لقياس وتوصيف الفمسعيد بغية الوصول لتدبير وقائية افضل وادراك لعوامل الخطر المحيطة بالنساء في العالم الاسلام بالتحديد وبتقول كده الناس القائمين على الاحصائية بيقول كده لا يزال فهمنا محدود لظاهرة قتل النساء او قتل الزوجات وفقا من منظمة الصحة العالمية لكن نسبة كبيرة من جرائم القتل قد تكون ضد النساء يعيشنا في علاقات عنيفة وترتكب الجرائم عادة من قبل الشركاء الحالين او السابقين يعني نطبق على ده بقى مراتي وانا حر فيها الراجل اللي مراته كانت عايز اتطلقه وطعانها وخطافها ومش عارف ايه بتقول كده المديرة التنفيذية المكتب بالامم المتحدة بتقول كده غادة فاتحي غادة فاتحي والي بتقول انه في كل 11 دقيقة تتعرض امرأة او فتاة للقاتل على يد احد افراد اسريتها لما هنشوف الارقام هنشوف انه احنا عارفين انه الاحصائية دي ممكن تكون حقيقية لكن الارقام اللي قدروا يحصلوا عليها غير كافية بصراحة علشان توصلنا الى نتائج دقيقة فبتقول انه في جرائم كتيرة بترتكب من الازواج او الاهل او جرائم الشرف في مصر بتقول كده في عام 2021 296 جريمة قتل موجهة ضد النساء والفتيات في 2021 في 2020 كانت 165 يعني الضعفة الموضوع الضعف تقريبا وبعدين السنة دي بقى 22 في يناير وفبراير فقط 168 في يناير وفبراير فقط 168 جريمة قتل من هذا من هذا النوع في مصر بس طبعا دي الحاجات اللي احصيت يعني اللي قدروا انهم يحصوها ما عنديش وقت اقول لكم كتير على الاحصاءات الاخرى ولكن عايز اقول انه لقيت انه البلاد اللي هنتكلم عنها بعد كده في الجزائر مثلا قالوا انه في 24 حالة قتل في عام 22 و 55 حالة قتل كان في 21 فيمكن فيه نزل شوية لكن بردو لا يستطيعوا انه هما يعني يجزموا ان الاحصاءات دي حقيقها لان الناس ما بتديش الداة المطلوبة المغرب لم تصدر ارقام رسمية توثق جرائم قتل النساء في المغرب مش معمول بيها ما ينفعش وناخد بقى المثل ده على الاردن نفس الحكاية ده توجد ارقام رسمية مع ان الاردن نسبة القتل اللي بيقولوا عليه جرائم الشرف وكده نسبة كبيرة جدا لكنها مش محصاة ومش هنقدمها للناس اللي بتحاول تعمل احصاءات تساعد بيها النساء العراق كانت نفس الحكاية يعني الحقيقة انه المشاكل اللي بتواجهها المرأة في مسألة العنف احنا نقدر نحصي لو انا يعني لو اتكلمت على عدد البرامج اللي انا اتكلمت فيها عن بنات قتل او زوجات او جرائم عنف بهذا الشكل حلاقيا انه يمكن نص الحلقات اللي قدمت ها تكون تقريبا بتتضمن شيء من هذا النوع لكن احنا بنعرفها داخليا لكن ما نديهاش المنظمات الامم المتحدة والكلام ده كله ما نقدرش عشان شكلنا بيبقى وحش بس في الاخر يعني الحقيقة انه السوشيال ميديا ليه عامل كبير في انها تغير المنظور ده وتخلينا نبقى وعيين باللي بيحفظ لو انت وانت عايزين تغيروا المنهج ده من الحياة لأولادكم واللي جاي لازم تغيروا انفسكم لازم لا تقبلوا ان ده يكون موجود في الشارع بدل الراجل اللي مشي ورا الراجل اللي شايل مراته ده وبيحاول يوقفه كان لازم يبقى فيه لمة رجالة مش العكس يحصل لما بنت تتعاكس في الشارع وتصر انها تروح للبوليس يتلموا عليها الناس علشان يخلوها ما تودش المتحرش ويدفع عن المتحرش فبقينا من الدفاع عن المتحرش الدفاع عن القاتل يجب انه يحصل توبة في الموضوع ده انا الحقيقة مش هقدر غالبا ان انا اكمل كل التلات نقطة لكن هاخد النقطة اللي جاية ونشوف هنوصل لحد فين وفي الحلقة اللي جاية انا حكمل عموما في موضوع الزواج في العالم الاسلامي وتأثير الاسلام في نوعيات الزواج اللي بيحصل وممكن اجمل فيها موضوع زواج المسيحيات من مسلمين خلينا نشوف الفيديو اللي جاي اللي ظهر لنقيبة الاطباء في حفل التخرج بتاع الاطباء والطبيبات نشوف الفيديو كلمة بس للطبيبات الجمال اللي متخرجين النهاردة انتي بيتك ثم بيتك اولادك وبعدين مهنتك انا اوعي حد يقولك مهنتك قبل ولادك اوعي حضرتك لو ععدت في البيت في مليون طبيب برا حيعالك لكن لو سبتي ولادك ما لهمش قرأ ام واحدة هو انتي انا في بداية حياتي ثبت وزوجي ما قال ليس سيبي لان لقيت ان انا ولادي متبهدلين ولقيت ان بيحصلوهم مشاكل بسببي فاخترت برانش ما بدش فيه برا البيت فما تيجي تختاري التخصص حاولي اختاري التخصص اللي يناسبك او يناسب وضع بيتك وحطي في مخك برضو بيتك الاول انا مش هطول عليكم الف مليون الحقيقة يعني انا اسفة تصريحات رجعية غير لائقة بتكوين المرأة وكيانها وتأثيرها في المجتمع يعني انا اسفة انا بضحك لانه انا مش عارفة البنات دول فرحانين قوي كده ليه بقى وتسئيف حاد ليه طيب ليه يعني انتو انتو دخلتوا كلية الطب ودرستوا السنين دي كلها وجاهدتوا الجاهدة كله عشان تطلعوا تتجوزوا وتعودوا في البيت برضو الثقافة بتاعت ان الست مكانها البيت هي جاي منين قارنا في بيوت اكون والشيوخ يطلعوا لنا زي الاستاذ عبدالله رشدي والست مكانها البيت شوف السلايد اللي جاي ده يعني كل اللي انتو عملتو ده حطوه على جنب عبدالله رشدي سب كل الاحداث اللي هو بيمر فيها الوقت يقول لنا مهمنيش اتكلم عنها خالص يعني بصراحة يقول لك كده ونعمل كلام في مليون طبيب يعالج الناس لكن ما فيش مليون ام هتربي ولادك مكانك طبعا الرجالة اللي زيك يقعدوا الستات في البيوت ويمشوا هم يعملوا اللي هم عايزينه يعني شقول اكتر من كده اوكي انا اسفة هذا الفكر الرجعي اللي بيقول للست مش اقعدي في البيت مش اقعدي في البيت هي المشكلة عارفين لما الست تختار انها تقعد في البيت ده اختيارها لكن لما الست تختار انها يكون لها مستقبل وانها تتعلم وتتثقف وتثقف بناتها وتثقف ولادها وتكون لها مكانة في المجتمع وتبني مجتمع واسرة قوية متزنة متوازنة مش متوكلة على بعضها المجتمع اللي بيقول للست لا انت عادي في البيت وما تعمليش الكلينيكل وما تعمليش نبطشيات وما تباتيش بره البيت ده بيقول لها انت ما تقدريش انت ما ينفعش تعملي كده انت ناقصة انت بتعرفيش توازني بين مسئولياتك من اهم الحاجات اللي بتعلمها الام لولادها انهم يوازنوا بين مسئولياتهم وانها بدل ما تكون بتأكل وتشرب وتلبس وكده لا انا شغلتي ان انا اعلمه ازاي ياكل اعلمه ازاي يلبس يعني بتفرج على اولاد احفادي دلوقتي مثلا البنت عندها ثلاث سنين تحط ايها في الفستان تقلبه على المكان الصح وتلبسه لوحدها وقول لا سعدك تقول لي لا طب انا مبسوط عايزة لعب معاك عايزة سعدك تقول لي بتعرف تلبس لوحدها انت بس ارحلي شعري يعني يعني لانهم اتربوا على انهم يعتمدوا على نفسهم ليهم كل الرعاية والمحبة بس بيعتمدوا على نفسهم عارفة معادها هيبقى الساعة كذا هتاكل الساعة كذا هتنزل الساعة كذا عندها مدرسة ثلاث سنين ونص مثلا احنا اتعلمنا انه الست اللي في البيت دي شغالة معدلات ساعات العمل اللي بتشتغلها الست جوه البيت في رعاية البيت والولاد واهتمامها بأسرتها بتعادل خمس مرات عدد ساعات الشغل اللي بيشتغلها الراجل في اي شيء بيساعد فيه في البيت مشكلة كبيرة انا هكمل الكلام في الموضوع ده في الاسبوع اللي جاي بس يعني عايز اقول انه واحدة ست يعني وصلت لمكان نقيبة الاطباء او ده اللي يقول لك انه في واحدة وصلت لمكان نقيبة الاطباء علشان فيه كووتا لازم يتحط وواحدة ست تتحط بس يبقى شكلها كده في المكان واحدة وصلت باجتهاد واسرار وعمل على انها تم لمكانها فتربي اجيال اخرى تعرف تمشي امورها وتقود الاجيال القادمة التعليق ده تقليص لقدرات المرأة وتكوينها والمواهب اللي الله ادهالها ونرجع في الآخر الناس يعني سامحوني عبدالله رشدي عنده مشكلة شخصية دلوقتي مع المجتمع كله مهم انيش اتكلم فيها ما بيعملش حتى تويتات قليل قوي انه يعمل تويتات ساب كل حاجة مدام لقى حاجة تقول الستة عودي في البيت ورح معلق على دي وفرحان قوي وطبعا نشوف التعليقات اللي تحتها الناس كلها عملا تعلق على انت في ايه ولا في ايه والكلام ده كل النساء في قوة العمل في المجتمعات العربية نسبتهم لا يعني لا يمكن انها تتساوى مع المجتمعات الغربية ابدا مع انهم مطلوب منهم انهم يعني يشتغلوا ليل ونهار فيقولك انه في سوق العمل بيقولك 18% بس هو المعدل الادنى لمشاركة المرأة العربية مقارنة بالمتوسط العالمي بيابلو 48% ستة تعد تدرس وتشقى وتعمل علشان في الاخر يتقال لها لا انت ما تقدريش تاخدي التخصصات دي ما تقدريش تشتغلي الاشغال دي تحديد المرأة في هذا الشكل هو يخالف تماما القدرات اللي ربنا ادهالك والمواهب اللي ربنا ادهالك واللي دعاك انك تعيشيها وتعايشي ولادك بيها وانك يعني تقبليها منه لما نشوف ازاي الرب تكلم عن المرأة الفاضلة في سفر الامثال بيقول لها بهاياتك قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمة تصنع له خيرا لا شررا كل ايام حياتها كل ايام حياتها الراجل اللي عارف انه عنده ستة قوية تعرف تغزل وتطبخ وتربي الولاد وترى حقلا يعني تشتري حقله وتقوم بيه كل حاجة مشاركة ليه عطية من الله انتي عطية من الله وصلي ان الله يجدد افكارنا وازهالنا لمعرفة قلبه لنا في اسم يسوع اكمل معكم الحلقة اللي جاي الى اللقاء